هي قرينتك هو ده موضوعنا اللي بقالنا حلقات طويلة بنتكلم فيه معينا نظيره هي قرينتك يعني هي الملازمة ليك هي اللي اقترنت بيك قران دائم اتحدت بيك اتحاد غير منفصل ما ينفعش تفكر أبداً انك تدخل شخص آخر على العلاقة دي هي قرينتك ومرأة عهدك الموضوع مش اتفاء اختلفنا نفضه لا لا ده عهد العهد غير العهد العهد ورقة وممكن ناخد وندي فيها انما العهد ده علاقة مستمرة ربنا لما بيتعهدنا او بيدينا عهد ما بيرجعش في كلامه واحنا بالمعمودية بنتعهد نبقى ملكه ما ينفعش نرجع في كلامنا وكل تناول بنتناول وبنقف في موقف العهد اؤمن واعترف الى النفس الاخير كأني بتعهد ان ده الهي واننا عبده واننا ابنه واننا ماشي معاه في سكة الابدية فعلاقة الزواج علاقة عهد هي اعلى واكبر واعظم من مجرد كنها علاقة عقد لا هي امرأة عهدك هي قرينتك هي امرأة شبابك دي التعبيرات الروحية اللي استخدمها ربنا عشان يعاتب اليهود اللي طلعوا بالعهد ده وانحرفوا الى نوع من الغدر والخيان بعدين يقول ايه الاول نراجع الاية من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك افلم يفعل واحد وله بقية الروح غريبة الاية دي شوية تعالوا نفهمها حسب الترجمة الاصلية افلم يفعل واحد نقصد بها الم يجعلكم واحد بس العربي يمكن تقيل شوية افلم يفعل واحد يعني هو مش اساسا اتفق معكم انه هيجمعكم فتبقوا كيان واحد زي ادم وحوة ادم لما شاف حوة قال دي حتة مني دي عظمة من عظمة دي لحمة من لحمة فما كانش فيه مجال انه يطلع برها وتطلع برها فهنا ربنا بيقول مش اتفقنا ان انتوا واحد وله بقية الروح يعني ايه مقصود بيها ان ربنا ختم او بصم على العلاقة دي على العهد ده من بقية روحه بروحه القدوس وعشان كده احنا بنعتبر الزواج المسيحي مش مجرد صلوة في كنيسة ولا يعني احتفال لا الموضوع اخطر من كده ده سر سر مقدس يحل فيه الروح القدس ليه طب ما هو الطرفين فيهم الروح القدس الاتنين اتعمدوا وخدوا الميرون ومساكن لله روح الله ساكن فيهم اه بس الروح القدس بيحل عشان يعمل دور جديد ما كانش موجود دور ان الزوجين دول يبقوا كيان واحد والكيان واحد ده بقى ما جمعوا الله لا يفرقوا انسان هنا الله معناه روح الله اللي جمع الاتنين دول عشان جاد تلاحظوا في صلاة الاكليل احنا بنستعد لحضور الروح القدس بقراية الانجيل وبالصلوات والطلبات والعريس يربس البورنوس عشان يحتبر نفسه كاهن البيت والتيجان عشان دول ملوك ضمن ملكوت الله وبعدين يخضعوا الاتنين برأسهم قدام الهيكل وبونك وكيل الله يقول كلل هما بالمجد والكرامة ايها الاب بارك هما ايها الابن الوحيد قدس هما ايها الروح القدس في اللحظة دي بقوا كيان واحد بالثالوس الاقدس اتحدوا وجعوا جعلوا واحدا واخذوا من الروح القدس عطية جديدة نعمة جديدة انهما لم يعود سنين بالجسد واحد موسيقى